غداً بداية شهار سبتمبر ومعه تعود أسعار النفط للارتفاع فالممتاز وصل 170 والعادي تخطى 160 أما الهبوط شهدته أسعار الديزل شهد سوق إبر الشعبي صباح اليوم كثافة سكانية من قبل المواطنين والمقيمين وذلك لاستعداداتهم باستقبال عيد الأضحى المبارك استعدادات لإحياء مهرجان شرس الهدادب الشعبي الأول في ولاية المصنعة بمشاركة أكثر من مئة شخص و13 فعالية متنوعة كمسابقات الهجن والخيل وإلقاء الشعر اللاعب البرازيلي فرناندو لحظة وصوله إلى مطار مسقط الدولي فجر اليوم لتوقيع العقد والانضمام إلى نادي الشباب الرياضي افتقار قراءة الهرم الجنوبية بولاية بركة من خدمات المياه والاتصالات ورصف الطرق رغم كثرة المخاطبات من قبل أهالي المنطقة للمعنيين ولكن دون جدوى حفل تتويج الختام لمسابقة رقصة البرعة والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي تحت رعاية سعادة عبد الله عقيل أحمد آل إبراهيم القائم بأعمال نائب محافظة القفار اشتركوا في القناة